خلونا بقى نعرف تفاصيل أكثر عن قمة محيط واحد واللي بتشارك فيها الزميلة العزيزة ريهام السهلي تتكلمنا عن تفاصيل أكثر من قمة محيط واحد من هناك إليكي الزميلة العزيزة ريهام السهلي أهلا بيكي أهلا بيكي دينا برحب بيكي من مدينة براست في شمال غرب فرنسا هذه المدينة والميناء البحري اللي بيقع على خليج الباسك وعلى بحر المونش والحقيقة أن هذا المكان بيحتوي على أنشطة كثيرة قائمة على البحار مثل الصيد مثلا النقل البحري هناك حوالي 30 ألف شخص هنا يعمل بمهنة الصيد وبالتالي يمكن كان منطقي إقامة هذه القمة هنا في مدينة براست القمة تمت على مدار ثلاثة أيام أول يومين كانوا ورش عمل واجتماعات للمتخصصين في هذا المجال مجال المحيطات والبحار والعاملين فيه أيضا أما اليوم فكانت القمة اللقاء ما بين الرئيس الفرنسي إمانوال مكرون وعدد من رؤساء الدول اللي تم دعوتهم وكان طبعا الرئيس السيسي له حضور بارز وكلمة الحقيقة مهمة جدا النهاردة حضر الرئيس السيسي هذه القمة وتحدث عن المخاطر والتحديات التي تواجه المحيطات والبحار وتحدث عن مصر وكيف أن مصر تهتم بشكل كبير بالبيئة وبالمناخ وأيضا طبعا بسلامة البحار والمحيطات وأن هذا الأمر ليس بجديد علينا وأن مصر تهتم جدا بالقوانين المنظمة لهذا العمل وهي تعرف قيمة الحفاظ على البحار حيث أنها تقع على بحرين البحر الأبد المتوسط والبحر الأحمر أيضا تحدث الرئيس السيسي عن التحديات التي توجه البحار عن التلوث البلاستيكي وما يسببه من مخاطر على سلامة البحار تحدث عن تغير المناخ وكيف يؤثر على سلامة البحار وعلى سلامة الحياة البحرية أيضا يعني ما يسكن داخل هذه البحار يتأثر بالتأكيد بشكل كبير من قضية التغير المناخي لأنه بيؤثر على حرارة المياه بيؤثر على الأكسجين يعني بيقلل أو بيحدث هناك نقص في الأكسجين بسبب هذه التغيرات المناخية وبالتالي الرئيس السيسي أشار إلى أنه وأعلن إلى أنه إن شاء الله في القمة القادمة قمة المناخ قمة الأطراف السبع وعشرين قمة المناخ اللي هتعقد إن شاء الله في مدينة شرم الشيخ نهاية هذا العام أنه سيكون هناك اهتمام بهذه القضية التغير المناخي وتأثيره على البحار والمحيطات وسيكون هناك حلول علمية عند انعقاد القمة التي ستبني على ما سبقها أيضا من نتائج في القمة اللي قبلها اللي هي قمة الأطراف الخمستاشر اللي هتكون في لشبونة في شهر يونيو المقبل هذا فيما يخص مشاركة الرئيس السيسي وطبعا كان له عدد من اللقاءات المهمة التقى برئيسة المفوضية الأوروبية سيدة أورسولا فوندرلاين وكان هناك تأكيد من الرئيس على اعتزاز مصر بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي على تطلعها الحقيقة للتعاون سواء حاليا أو في الفترة المقبلة في عدد من الملفات سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أيضا هناك عدد من الملفات التي يتم تناولها ما بين الاتحاد الأوروبي ومصر أيضا كان للرئيس لقاء مع رئيسة وزراء تونس سيدة نجلاء بودن وأكد الرئيس دعمه للشعب التونسي ودعمه للقيادة التونسية واعتزازه بالعلاقات ما بين البلدين كان له أيضا لقاء مع رئيس وزراء النرويج وطبعا تحدثوا عن العلاقات ما بين البلدين التي نمت في الفترة الأخيرة وتحدثوا عن الملفات المختلفة بما فيها بما أننا نتحدث عن المحيطات والبحار بما فيها النقل البحري أيضا كان له لقاء بالتأكيد مع رئيس فرنسا إيمانوال مكهون وتناول القضايا المشتركة ما بين البلدين خصوصا أن البلدين نمت العلاقات بينهما بشكل أكبر خلال الفترة اللي فاتت أصبح هناك تقارب أكبر بين الرئيسين وبين الدولتين وهناك الحقيقة اتفاق في الرؤى ووجهات النظر بشكل كبير وتوافق فيما يخص القضايا اللي بتهم البلدين القضايا الكبرى أو القضايا المشتركة اللي بتهم البلدين أثمن أو ثمن الرئيس الفرنسي على موقف مصر من ليبيا وجهود مصر في صون الأمن والسلام والاستقرار في ليبيا وأيضا تحدث الرئيس الفرنسي عن القمة القادمة في مصر قمة المناخ في آخر هذا العام ونهاية هذا العام وقال أنه مستعد لأي نوع من التعاون يعني ما بينه ما بين مصر في هذا الشأن هذا بالنسبة للقاءات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هنا خليني أقولك أن القمة طبعا أنهت أعمالها بإصدار وثيقة التزامات من القمة هذه الوثيقة تركز على حماية المحيطات والبحار على حمايتها من التلوث من الصيد الجائر على وضع أطر وقوانين تلتزم بها هذه الدول التزاما وتعهدا يعني سياسيا وأيضا من قبل الشركات التي شاركت في هذه الاجتماعات أيضا كان هناك إعلان مهم ومنتظر الحقيقة بقاله عدد من السنوات منذ 2018 وكانت تسعى أو يسعى الاتحاد الأوروبي إلى أن يكون هناك معاهدة لحماية أعالي البحار تحديدا البحار التي ليس لأي دولة سيادة عليها هذه البحار لم يكن هناك حماية الحقيقة من طرف واضح بالنسبة لها وبالتالي هذه المعاهدة هي أمر مهم كان من المفترض أن تتم في 2018 ولكن بعد ذلك جاء الظروف كورونا وتأخرت هذه المعاهدة حتى الآن أعلنت النهاردة رئيسة المفوضية الأوروبية أنه تم التوافق على أن يتم الانتهاء من هذه المعاهدة وقالت أنه سيحاولون أن هما ينهوها هذا العام وهيكون الموقعين عليها أو المصدقين عليها دول الاتحاد الأوروبي كلها بالإضافة ل13 دولة أخرى أيضا جون كاري مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ والذي كان حاضرا للقمة تحدث عن أن بلاده أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستدعم وتقف وراء المفاوضات الخاصة مفاوضات الخاصة بالتلوث البلاستيكي والحد من مشاكله وذلك برعاية الأمم المتحدة وطبعا دي أيضا خطوة مهمة جدا حيث أن البلاستيك ونفايات البلاستيك هي بتشكل خطورة كبيرة جدا على سلامة البحار وعلى سلامة الكائنات الحية داخل البحار يعني دي يمكن صورة سريعة لمدار النهاردة في هذه القمة وما نتج عنها يعني مرة تانية برجع لك دينا وعود إليك إلى الستوديو مشكرك شكرا جزيلا الزميلة العزيزة ريهام السهلي وهي ده خير تلخيص سواء من الناحية التاريخية عن المدينة وأسباب اختيارها كمان الزيارة من الجوانب السياسية ومشاركات السيد الرئيس كمان فكرة الوعي بالمناخ والتزامات الدول الكبرى اللي وصفوها بحسب ما ذكرت الزميلة العزيزة بأنها التزامات تموحة وثابتة العالم بقى فيه حالة من الحتمية للالتزام وهتلاقيها أنها بتبدأ من رؤساء الدول وتنزل كده إلى طبقات أقل وإلى منظمات المجتمع المدني إلى الحكومات اللي بتفاعل هذه الخطط حتى إلى التعليم والتوعية بفكرة حماية المحيطات والبحار وحماية البيئة والمناخ اللي ما بقتش رفاهية وما بقتش حاجة بتحصل بدافع كده أن الشعوب الأكثر تقدماً أو رقياً هي اللي بتعمل ده الحقيقة أنها حتمية تشارك فيها كل الشعوب العالم والتزام حقيقي